والآن الكلمة لسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردينية الهاشمية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أنقل لكم تحيات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهل السعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أهل السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أحفظهم الله ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل للجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردينية الهاشمية الشقيقة على استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية وعلى الدعوة الكريمة وما لقناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما أعرب عن تقدير المملكة لجهود فخامة الرئيس إيماني ماكوكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ومشاركته في رعايته هذا المؤتمر وأود أن أعرب عن إشادة المملكة بالإرادة السياسية لدى جمهورية العراق والمتمثلة في عزم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي الشقيق كما تؤكد المملكة وقوفها جنبا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضا للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أي اعتبارات أخرى أصحاب الجلالة والفخامة السمو والمعالي إن اجتماعنا اليوم يؤكد الرغبة المشتركة والصادقة لدولنا لاستمرار وتيرة التعاون والدعم لجمهورية العراق وترجمتها إلى شراكات فعلية تحقق نتائج ملموسة ولن تدخر المملكة أي جهد في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية انطلاقا من إيمانها التام بأن نمائها ورخائها يرتبط ارتباطا وثيقا بنباء ورخائج إيرانها والمنطقة أجمع وإن رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلية تهدف لخير بلدان المنطقة والعالم كما تؤكد المملكة على اعتزامها المضي قدما في تفعيل وتسريع خطط العمل المشتركة تحت مضلة مجلس التنسيق السعودي العراقي والعمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في البلدين في مجالات الطاقة المتجدة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات وتشكل مبادرات المملكة الشرق الأوسط الأخضر والسعودي الخضراء ومسرع الحزام الأخضر بالعراق مجالا من مجالات التعاون المهمة والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين البلدين كما يتعاون البلدان من خلال شراكاتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وكذلك في مجموعة أوبيك بلس من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية وتدعم المملكة جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق وتفعيل مشاريع الربط الكهربائي والمائي وأشيد في هذا الصدق المبادرات التي أطلقها مجلس الأعمال السعودي العراقي ومن أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال في الجانبين وإقامة ملتقى اقتصادي سنوي إضافة إلى مبادرة القوافل التجارية المتخصصة بين البلدين وتنظر المملكة بتقدير بالغ للتفاعل الإيجابي للعراق في تدعيم مكنات التنمية والتعاون الإقليمي مما سينعكس إيجابا بإذن الله على رخاء الشعب العراقي وازدهاره صحاب الجلالة والسلامة العالية إن تراق من انتزام المملكة بسيادة واستقلال جمهورية العراق فإن المملكة تؤكد على رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أراضي العراق كما تؤكد على وقوفها صفا واحدا على الشقاء في العراق في محاربة الإرهاب والتطرف وكل من يسعى للدمار والخراب عثارة الانقسامات وترحب المملكة في هذا السياق باستعادة العراق لدوره الإيجابي البناء لتعميق الثقة والشراكة والسلم إقليميا ودوليا وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد تأكيد المملكة وإيمانها الكامل بقدرة العراق على النهوض ورسم مستقبله بما يتناسب مع مكانته العريقة العربية والإسلامية والعالمية مستندا على ما لديه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وموروث حضاري عريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته